هنا وضعت السعودية بصمتها على أسواق النفط الدولية لأول مرة بإعلان تأسيس منظمة أوبيك مرت ستون عاما قادت فيها الرياض مسؤولية حماية حقوق الدول المنتجة ضد تغول الاقتصادات الغربية قيادة مرت بتحديات لا تحصى وصولا إلى أزمة كورونا وانخفاض سعر النفط إلى مستويات صفرية في الأسواق الأمريكية لأول مرة في التاريخ لأول مرة منذ عشر سنوات تقريبا لم تنخفض أسعار النفط إلى هذه المستويات وصلت إلى 23 دولار تقريبا لأسباب مرتبطة بعدم اتفاق أوبيك على خفض الانتاج خاصة وأن روسيا كانت المعارضة الأول لمحاولتها إدخال منتجين من خارج أوبيك لتحمل حصتهم في خفض الانتاج وبعد هذا المملكة اتخذت قرارا سياديا بأنها لن تخضع لهذه الاتفاقية ما لم تخضع لها جميع الدول أوبيك وبالتالي هددت المملكة بزيادة إنتاجها وهذا أثر تأثيرا كبيرا على الأسعار إضافة إلى تأثير كورونا المباشر وبالتالي انهارت الأسعار إلى مستويات 23 دولار انتبه العالم إلى دور المملكة الرئيس في معركة النفط وبالتالي لن يكون هناك اتفاق إلا بوجود المملكة وبإدارتها لهذه المعركة مع حملة جائحة كورونا في مارس من عام 2020 برزت جائحة أخرى هي جائحة النفط هبط سعر النفط إلى دون 23 دولار مع رفض روسي لمقترح السعودية خفض الإنتاج عبر مجموعة أوبيك بلس ردت السعودية بعدها بالتلويح برفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا وفي مطلع إبريل أعلن عن اتفاق تاريخي بين الرياض وموسكو وواشنطن أسفر عن تخفيض للإنتاج بعشرة ملايين برميل في الخامس من يناير عام 2021 تجاوز سعر النفط حاجزة 50 دولار بعد مبادرة السعودية الطوعية لخفض الإنتاج تدخل الرئيس الأمريكي واتصل بسمو ولي العاة ثم اتصل بروسيا وبالتالي حدث الاتفاق التاريخي بين أوبيك بلس أند بلس عندما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق وبالتالي المملكة حققت هدفين أساسيين الهدف الأول هو دعم الأسعار وعودتها إلى مستويات فوق الأربعين دولار في فترة زمنية قصيرة ثم نموه والهدف الآخر هو دخول الولايات المتحدة الأمريكية شريكا رئيسا لأوبك في دعم الأسعار وبالتالي لن تستطيع الولايات المتحدة أن تتهم أوبيك مستقبلا بأنها منظمة احتكارية كما كانت تقول تمكنت القيادة السعودية من جديد من إعادة الهدوء إلى الأسواق ساهمت المبادرات السعودية بعادة الثقة للاقتصاد العالمي خلال عام واحد ارتفع سعر النفط بنسبة 260% عن أدنى سعر في بداية الأزمة تمثل المملكة البنك المركزي للنفط العالمي وبالتالي هي المصدر الرئيس والمسيطر على أسواق النفط هذا أولاً ثانياً لم تعد المملكة هي اللاعب الرئيس في قطاع الطاقة لأسباب مرتبطة بالنفط بل هي اليوم أصبحت لاعب رئيس في الطاقة المتجددة وبالتالي المملكة خرجت من معركة النفط رابحة من جانبين أساسيين الجانب الأول قدرتها على التأثير واستمرارها في أسواق النفط والجانب الآخر هو تطورها في إنتاج الطاقة البديلة والتي ستكون خلال العشر سنوات القادمة منتجة لها ومصدرة كما هي مصدرة للنفط وبالتالي المملكة ستواصل دورها الريادي في قطاع الطاقة ليس بالنفط فقط ولكن بالطاقة المتجددة وهذا أمر يجب أن نشدد عليه كثيراً مشاريع الطاقة النظيفة بهدف الوصول إلى قدر إنتاج 50% من احتياجات المملكة في حلول عام 2030 ولم ينتهي عام الأزمة النفطية حتى أعلنت السعودية عن سبعة مشاريع ضخمة للطاقة النظيفة وتصدير الأموني الزرقاء لليابان وإنتاج الهيدروجين الأخضر وإعلان الرياض عبر قمة المناخ عن طموحها لإنتاج 50% من احتياجاتها للكهرباء من الطاقة النظيفة عام 2030 طموح وضع السعودية في خانة صناعة التاريخ وليس الاكتفاء بمشاهدته عوض الفياض أم بي سي الخبر